تتجه الأنظار حول العالم صوب الحدود البلاروسيا الأوكرانية حيث تعقد المفاوضات حاليا بين الجانبين الروسي والأوكراني والتي تعد بمثابة الفرصة الأخيرة لوقف الحرب المستعرة منذ خمسة أيام بين البلدين والتي باتت تهدد بتوسع نطاقها لتطال دول أوروبية أخرى في ظل تصاعد الخلافة الروسي الغربي على وقع هذه الحرب مكتب الرئيس الأوكراني زيلسينكي قال أن الهدف الرئيسي للبحادثات مع روسيا هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية وقبيل ذلك أكدت بلاروسيا أنها جاهزة لصدافة هذه المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا في اليوم الخامس من الهجوم الذي شنته موسكو وتأتي هذه التطورات بعد أن قال المفاوض الروسي مستشار الكريملين في لدامير ميليدسينكي أن موسكو تريد التوصل إلى اتفاق مع كييف في أسرع وقت ممكن وعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي ناتو استمرار الدعم المقدم إلى أوكرانيا التي تتعرض لغزو عسكري روسي منذ خمسة أيام وحاولت موسكو حسم الأزمة العسكرية لكنها لم تتمكن من ذلك حيث أبدت أوروبا موقفا موحدا وصلبا لدعم أوكرانيا لدرجات السماح لمواطنها بالانضمام لجبهات القتال مع الأوكرانيين ضد الروس فضلا عن مساعداتها العسكرية الضخمة لكييف وهو ما لم نشهده خلال الحرب العالمية الثانية وفرضت أوروبا عقوبات اقتصادية على روسيا منها عزل بعض البنوك عن سوفت المال العالمي وإغلاق المطارات أمام رحلات الطيران وفرض عزل على روسيا وهو ما جعل الروبل يتراجع بقيمته 40% ويبدو السيناريو المتوقع لإيقاف الحرب يكمن في موافقة كييف على إعلان نفسها دولة حيادية عسكريا ما بين موسكو والناتو أو أن تقبل موسكو بانضمام كييف للاتحاد الأوروبي مقابل التعهد بعدم الانضمام لحلف شمال الأطلسي وهذا في الواقع أفضل لأوكرانيا لكن يبقى بالطبع القرار بيد الرئيس الروسي فلادامير بوتين لكن المصلحة العامة لروسيا وكورانيا والعالم ككل هي في إنجاح هذه المفاوضات بأي شكل كان ووقف هذه الحرب الخطيرة فهل ستتغلب العقلانية على أجراس حرب عالمية ثالثة تقرأ منذ خمسة أيام؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر